السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم معنا في هذا المقطع اللي تأخرت حقيقة في شرح البرامج أو المحاكيات والسبب يعود وجود مشاكل وسترايك على القناة راح نرجع ولكن بشي مرتب إن شاء الله نبدأ الآن راح أشرح لكم طريقة كيف تسجل على 4K مع 60 فريم أو 4K ب30 فريم حتى لو كانت الشاشة عندك ما هي متوافقة مع 4K ولكن راح تخلي البرنامج يسجل لك على نظام 4K الطريقة كالتالي فأول شي نروح إلى settings نروح إلى الفيديو راح تظهر قياسات مختلف من جهاز إلى آخر بناء على الموجود في الشاشة الآن راح نغير القياسات نخلي القياس 3840 في 2160 وهذا قياس البركيح الخيار الثاني كذلك 3840 في 2160 الخطوة الثالثة اللي راح نسويها في هذه النافذة إن نغير العداد الفريمات إلى 60 فريم بعد ما عدلنا في الخيارات أو هذه الاعدادات نضغط على الابلاي أو تطبيق لا تضغط على موافق وننتقل للخطوة اللي بعدها نروح إلى audio نختار على 48 هيرتز الصوتيات نتركها مثل ما هي ما راح ندخل في تفاصيلها الآن لذلك نروح إلى خيار output أو مجلد الإخراج راح تكون الشاشة عندك كما في الشكل هذا على symbol أبغاك تختار على advanced بعد ما نختار على advanced راح يكون في عندك عدة خيارات هنا نروح إلى recorder من هنا هذا الخيار نحدد مكان الحفظ راح تحدد مكان قرص يكون عندك مساحة كبيرة عندك قرص مثلا مساحة عالية بإمكانك تخليه هو القرص اللي راح تسجل فيه وتسوي مجلد جديد وتتخليه تحت مسمى record ثم تضغط على select أو اختيار هذا الملف كذا حددنا الآن الملف الآن في خيار أو نقطة مهمة هنا بالنسبة للrecord format اللي هي صيغة التسجيل في عندنا أكثر من خيار ولكن الخيارين اللي راح خليك تركز عليها عندك الـ MKV وعندك الـ MB4 الـ MB4 راح يقبل ملف على أي برنامج بكل سهولة ما في أي برنامج ما يقبل هذه الصيغة في العالم لكن من باب الاحتياط إذا كان عندك مشاكل على الجهاز وقت التسجيل يصير lag وكت يقطع الجهاز يطفى الجهاز فجأة فخليك مع خيار الـ MKV لأن حتى لو طفى الجهاز ونتشغال في التسجيل لا تخاف لأنه ما راح يقطع عليك شي طالما أنك حاط على صيغة الـ MKV لأنه راح يكون على نهاية ما وقفت في تسجيله يعني تقدر تسوي كت للفيديو وثم ترجع تحرر ما في عندك أي مشكلة نروح للخيار الـ B4 وبالنسبة لك مثل ما قلت سامي الخيار الآخر اللي هي الإنكودر طبعا الـ CBR ولل تجي دايما تلقاه على الـ VBR الـ VBR جميل يصير عندك جودة مرتفعة ثم منخفضة مرتفع منخفض وهكذا دقة التسجيل راح تقل الـ CBR حتى لو صال عندك لاقة أو مشكلة في الجهاز أو قلة القدرات المعالج جودة التسجيل راح يحافظ عليها هذه النقطة لازم تركز عليها النقطة المهمة الثانية اللي هي الـ RATE أو الـ PEAR RATE أو البيتات المعينة لأثناء التسجيل طبعا بما أننا حددنا على الـ 4K لازم جودة الفيديو تكون عالية أقل شي لازم يكون عندنا 65 ألف فريم في الثانية يعني في كل ثانية راح تكون عندك 65 ميجا بايت كل ثانية 65 ميجا بايت لك أن تتخيل دقة الخرافية اللي راح تطلع فيها إذا كانت تلعب جيم رهيب يعتمد على الجرافيكس بالنسبة إلى التينغ هنا تختار على الـ High Quality لا تحط على الألترا خليها على الـ High Quality الخيار التالي خليها مثل ما هو على الـ Slow Good Quality مناسبة جدا الـ Profile خليها High وكذا إذا كان عندك خيارات تخليها نفس هذه الإعدادات هنا 2 وهنا 0 كذا يكون تهين العدد الثاني ننتقل إلى الصوت الصوتيات راح تخليها كلها على 320 جميعها وتسوي على الـ Apply حبيت أوصلكم هذه المعلومة أتمنى أنها وضحت لكم تمنيات لكم بالتوفيق وفي أمان الله اشتركوا في القناة